شكرا لبناء وأرحب بجميع المشاهدين في ساعتنا الأولى من بيروت إذن تفرض الأزمة السورية على لبنان تداعيات تطال مختلف القطاعات اليوم نفتح ملف الصناعات الوراقية بسبب الأضرار الكبيرة التي أصابتها نتيجة هذه الأزمة التفاصيل في التقرير التالي للزميلة دراجة غفري دقت عائلة الجميل وهي السباقة في إدخال الصناعات الوراقية إلى لبنان والدول العربية ناقوس الخطر بفعل تأثر الصادرات الوراقية المباشرة عبر سوريا بنسبة 90% كمعدل عام شهري بين العام 2011 والشهر نيسان أبريل من العام 2013 ما زاد بحسب المعنيين في هذا القطاع من تكلفة التأمين ثلاثة أضعاف وأعباء الخطوط البديلة إلى الأسواق العربية بالأردن مثلا دوبت أكليفنا لأن اليوم الكونتينر بيكلف حوالي 2470 دولار على الأردن بدون ما أحسب أكليف العقبة لمستودع العميل لأنه وقت نصدر بالبر نوصد نحن كم يوم بيوصل مباشرة عند العميل هلأ يعني نصرنا تقريبا ب3000 دولار بالإضافة إلى فترة الزمن يعني بدنا نحكي 15 يوم إضافة بكل شحن إنشاء صندوق لدعم عمليات التصدير خصوصا بعد أكفال المعابر البرية عبر سوريا هو ما يطالب به الدكتور فادي الجميل الذي يرأس نقابة أصحاب الصناعات الوراقية والتغليف في لبنان فاستخدام الشحن البحري رفع من تكلفة النقل أكثر من الضعف فضلا عن تراجع الصادرات الصناعية بنسبة 12% في سنة 2012 مقارنة مع سابقتها عم نطلب إننا عمل صندوق لموضوع سوريا تحديدا وهذا مش سابقة ما ننسى أنه نحن مثلا الأمم المتحدة بالسابق وقت حرب العراق الأولى عملت صندوق خاص لعملوا لجنة للمتضررين من الحرب الخليجي التانية وعملوا لنا تعويضات الحرب الآيمة اليوم منها حرب لبنانية سورية هي حرب بالطال الكل معنية فيها جامعة الدول العربية معنية فيها الأمم المتحدة في ظل الأزمات السياسية والأمنية التي تعصف بالدول المجاورة والأزمات الاقتصادية التي تهز معظم دول العالم يكافح الكطاع الخاص اللبناني للاستمرار حيث ميزة الجودة والتخصص هما القيمة المضافة التي تحفظ للصناعة عموما قدرتها التنافسية وتفتح أمامها نافذة للأسواق الخارجية درجة غفر اليوم على الحرة بيروت ورغم كل العقبات الاقتصادية يسعى المعنيون في مجال الصناعات الوراقية لجعل لبنان مركز لقطاع التغليف في الشرق الأوسط مشاهدين فقراتنا مستمرة وعن زحمة شوارع القاهرة بيقول لك تطبيق جديد يدلك على الطرق الأفضل مع عسامة يوسف يأتيكم بعد قليل ابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة